في الحقيقة النهاردة أو في العصر اللي احنا فيه ده الأطفال عندهم دايما كده تطلع وعايزين يعرفوا وعايزين يفهموا إيه اللي بيحصل حواليهم وبقى فيه وسائل كتيرة جدا تقدر نيتعرفهم إيه اللي بيحصل مش بس يعني حاجة لهم كده كأطفال في كارتون وخلاص لأ كمان بيحصل إيه حواليهم في الدولة في الحياة في الدنيا كلها ومجلة نور للأطفال اللي بتصدر عن المنظمة العالمية لخارجي الأزهر أطلقت أحدث إصداراتها حافلة الوطن وده أول كتاب لأدب الأطفال في مصر بيوثق كل اللي تم إنجازه في السبع سنين اللي فاته من مشروعات قومية عملاقة وإنجازات الجمهورية الجديدة كتاب في الحقيقة مليان بالحواديث وحكايات بتعلم أولادنا وأطفالنا إزاي كانت مصر وإزاي بقت في الجمهورية الجديدة فخلونا نرحب بمؤلف الكتاب الأستاذ إيهاب القستوي اللي منوارنا النهاردة في صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم منوارنا صباح الخير عليكم وصباح الخير على كل المصريين صباح الخير عليكم يعني أنا بحييك على فكرتك لأنه مهم جدا أنه نعترف أن الأطفال النهاردة مش معزولين عن اللي بيحصلوا مهم أن احنا نفهمهم لكن على قدهم على قد سنهم فجتلك منين لأول فكرة الكتاب أولا أنا أحد أبناء هذا الوطن العظيم المقتربين بالخارج وأنا مقرق قامتي لبنان بيروت طبعا في كل زيارة كنت بنزل فيها مصر كنت بكتشف حجم إنجاز ما كنتش متخيل أنه ممكن يتم تتشينه في فطرة وجيزة من الزمن زي كده طبعا زيارات المتعددة لمصر أن أنا بنزل في العام مرتين تلاتة خلال مرتين تلاتة كل ما بنزل كنت بشوف إنجاز جديد بيتم على أرض الواقع بسواعد مصرية كانت بتتحدى الزمن طبعا رصدت هذه المشروعات وكانت مبهرة بالنسبة لي وكواجب وطني لها وكأيمان أن أدب الطفل لما له من أهمية في غرس بزور الانتماء في أجيالنا الجاية فكان لازم أوصك هذه المشروعات بشكل بسيط جدا عشان يقدر يوصل لكل أطفالنا في كل مكان وبالفعل ابتديت الفكرة أنا طبعا أحد يعني لي الشرف أن أنا أحد كتاب مجلة نور عرضت الفكرة بالفعل مجرد الفكرة ما اختمرت في رأس وعرضتها على مجلس الإدارة على الدكتورة نوها عباس وقلت لها نعايزين نعمل للأطفال نوصى كل المشروعات القومية في الرحابط فعلا وبالفعل ابتدى التنصيق بينه وبين الأزهر على مدار يمكن الكتاب ده أخذ مننا في حدود عام عام كامل عشان نقدر نوصك هذه المعلومات إلى جانب أن توصيق المعلومات نفسه كان صعب يعني أنت كان لازم ترجع إلى الجهات المختصة لما أتكلم مثلا عن العاصمة الإدارية الجديدة كان لازم أرجع للقائمين المشروع وقدر أخذ منهم المعلومات الصحية فأضطريت أن أنا مش أضطريت يعني أنا سعيد جدا أن كل الجهات وقفت معي وساعدتني وعطيتني المعطيات وعطيتني الأرقام وعطيتني المؤشرات أن أقدر أسيق هذا العمل اللي أنا بقدمه لكل أطفال الجمهورية الجديدة لأن أنا شايف كمان أن لابد أن يتواكب مع الإنجازات العظيمة اللي بيقوم بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان أننا ما يحتاجين أن نعمل تغيير في بنية أدب الطفل بمعنى أننا اعتمدنا على وقت طويل جدا أن الطفل أننا بنستخفى بعقله بنقدم له حكايات خرافية بنقدم له حكايات مترقية يعني ما فيش تجديد لم يتم التجديد في أدب الطفل ولذلك أنا ابتدت المشروع ده وبدعو كل زملائي وأصدقاء كتاب أدب الأطفال أنهم يقفوا معي في هذا المشروع وأن بالفعل أن الأطفال محتاجين معلومات زيادة تحسهم على الانتماء والتجدر بهذه الأرض العظيمة لأن هم دولة جنود المستقبل هم دولة السواعد الغد سواعد الغد المصر مهمة جملة دي أن نزرع فيهم الانتماء حفلة الوطن السعيدة هي ليس كتاب لكن هي مبادرة قائمة يعني مبادرة يمكن تطبيقها على أرض الواقع بمعنى الموضوع بمنطقة البساطة أن في حفلة زي ما احنا شايفين حفلة زريفة مزينة بعالم مصر الحفلة سعيدة جدا أنها تصير على الطرق وتصير على الكبار الجديدة فتقطع مسافات صغيرة جدا مرتاحة وهي بتتحرك الحفلة دي ضم أطفالنا ابتداء من القاهرة الغد أسوان راجبين الحفلة الحفلة بتقف عنده محطات كل محطة مشروع قوم طب احنا عايزين بقى نتكلم عن المحطات واعتقد أن وجودك أنت شخصيا بما أنت اللي كاتب المحتوى وجودك في أي مشروع من هذه المشروعات بينعكس بالتأكيد على طريقة أدائك وطريقة كتابتك لهذه القصة احنا بدأنا الحفلة بدأت المحطة من أول محطة لها؟ من العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية رصد ما إيه في العاصمة الإدارية وإزاي رصدناه بطريقة تناسب الأطفال؟ بمنطقة البساطة احنا كنا عايزين نوصل نوصل الأطفال لأن احنا زي ما احنا عارفين أن اعتماد الأطفال أصبح على جزء كبير جدا من المعلومات اللي بيأخذها عن طريق الماديا عن طريق الإنترنت فطبعا احنا عارفين أن مصر في مرحلة معينة كانت مرحلة بناء المرحلة دي كان واقف ناس كتير جدا بتشكك في المشروعات القومية العظيمة اللي بتتم على أرض مصر وده كان بينعكس على الأطفال كمان أنهم بيقرؤوا الحاجات دي من خلال الإنترنت معلومات مقلوطة بالشكل الكبير فأنا أصدت من خلال أن الحفلة بالفعل توقفت في العاصمة الإدارية الجديدة الأطفال نزلوا قبلوا المهندسين القائمين والعمال اللي بنوا العاصمة الإدارية الجديدة فابتدأ يوصل لهم تمام أن هذه السواعد التي بنت هذا الإنجاز عاصمة من أعظم العاصمة إن شاء الله تكون من أعظم العاصمة في العالم بتخطيطها بالمباني بتاعتها بالتنظيم بتاعها بكل الأمور دي بالخدمات الموجودة فيها فالأطفال نزلوا شافوا المشاريع اتكلم المهندسين معاهم استحبوهم في جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة أنهم يزوروا كل ركن فيهم وابتدوا يدون معلومات مبساطة بمعنى مساحة العاصمة الإدارية الجديدة قد إيه ده أعظم مسجد الفتاح العليم أكبر مسجد موجود في قرة أفريكيا بالكامل الكنيسة وحتى إحنا لما نشوف يعني أنا أصدت حتى أصدنا في الغلاف بتاع الكتاب أنه يبقى فيه رموز معينة يمكن هتلاقي هنا أن عالم مصر فوق الجميع أعلى مكان موجود العالم بتاع مصر تحت منه أكبر جامع اللي هو الفتاح العليم والكتب الرئيس اللي اتنين موجودين مع بعض متعنقين كأخوة يعني حتى في اللفظ في الكلام ده كله فطبعا ظهروا الكلام ده كله ابتدت المعلومات بشكل غير موجه يعني أنا أصدت كمان أنه بشكتاب مدرسي أن الطالب عا يدخل ياخد أرقامه يدخل يمتحم فيها لا كمان بشكل غير موجه حتى صور نفسها بترسخ في زهن الأطفال لأن الطفل بيمل بيمل من المعلومة الموجهة بشكل كبير لكن ما نقدرش نتغاضع عن المعلومة يعني ما ينفعش أننا نتغاضع عن المعلومة لكن نقدر نبسط له المعلومة ونتهاله بشكل بسيط إلى جانب نقطة مهمة كمان يعني أحيب قبل ما أدخل للجولة التانية بتاعت الحافلة السعيدة أنه كل طفل من الأطفال اللي كانوا موجودين في الحافلة كان بيصدر الثقافة المحلية بتاعته بتاعت المحافظة يعني أنا ما ارتبطش مثلا أن أنا أقول مشروع الرمال السوداء في محافظة في البرولس لا أنا أتكلمت عن الضميات كمان يعني ابتدوا طفل يطلع في وسط الحافلة ويقول لهم أنا أقولتلك في مدينة الأساس أنا أقولتلك أن محافظتي مش بتشتر بالحلويات بس لكن محافظتي بتشتر بالأساس وأجود أنواع الأساس الموجودة وأننا بنصدره برا وانتوا هتنزلوا تشوفوا طبعا وخدهم صديقهم الموجود معهم ابتدوا ينزل معهم كمان ويحكي عن تاريخ مدينة الدميات يحكي عن تاريخ البرولس فحكينا عن كل المحافظات بتاعة مصر يعطينا كمان معلومات كاملة عشان نقدر نقرب الأطفال من بعض يعني الكتاب لا يحول مشاريع قومية بس لكن فيه نبذة مختصرة كمان على المحافظة القائمة فيها هذا المشروع طيب بعد العاصمة الإدارية رحت بشاير بشاير الخير ده مهم جدا إزاي بقى بسطت المعلومات دي أهم حاجة بشاير الخير اللي أنا كتبته القصة أنا شفتها بالفعل طفل صغير في مدينة بشاير الخير طبعاً إحنا عارفين أن المدينة دي كانت عشوائيات إحنا بيتقال عليها في الأسكندرية المأوى كانت عبارة عن بعض الأخواخ الخشب والصفيع قبل ما تتعامل فيها المدينة دي فطفل من المدينة دي كانت أمنية حياته أنه يبقى فيه مدرسة وأنه يبقى فيه ملعب خضرة يقدر يمارس فيها الهواية بتاعته بتاعت الكرة القضب وكان نفسه يبقى له حجرة فيها مكتب وحجرة فيها الخصوصية بتاعته يقدر يبقى مسرع فيها فالطفل كان منبهر لما تبنت البنايات الشاهقة بالجمال وبالتنظيم وتبنى مدرسة وتبنى مكتب بريد وتبنى مستشفى وتبنى وكل الكلام ده فالطفل كان بيحكي للأطفال التجربة بتاعته أنا كنت موجود عايش في المكان ده والنهاردة أنا ليا بيت وليا ملعب وليا مدرسة وبقدر أمارس الهواية بتاعتي وأنا أصبحت إنسان جديد وفرحان وبين الأصدقاء والأطفال والمحافظات التانية حجم الإنجاز اللي تم في مدينة بشار الخير وهو إنجاز بالفعل بكل تأكيد طيب قبل ما نكمل محطاتنا هل فكرت تتواصل مع حد في وزارة تربية والتعليم عشان يخلوا دير رحلات مدرسية فعلا للأطفال الأطفال تنزل فعلا وتروح رحلة مدرسية تروح مشروع زي العاصمة الإدارية تروح مشروع زي رمال السودة في البرولوس عشان يتعرفوا إيه اللي موجود إيه مقاومات بلدهم وإيه المشروعات القومية اللي تمت خلال الفترة الماضية أنا يعني الفرصة سنيحة بالنسبة لي دلوقتي من خلال برنامج عظيم برنامج بيدخل في كل بيوت المصريين إن أنا بالفعل أنا بوجه دعوة وبوجه تماني يعني أنا بوجه تماني لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبقول له إن الإنجازات اللي تمت على مدار سبع سنين فعلا ما كانش ممكن تتم على مدار سبع وكد من الزمان لذلك لابد من توصيك تلك المشروعات للأطفال والنشأة يعني من خلال لجنة من خلال لجنة وطنية بتضم وزارات معنية زي وزارة التربية والتعليم وزي وزارة التضامن الاجتماع وزي وزارة الهجرة وزي وزارة الشباب والرياضة اللجنة دي عاد تكون مهمتها إنها تبرز هذه المشروعات بشكل بسيط زي اللي احنا عاملينه النهاردة إنها حفلة بالفعل ممكن حفلة إنها تطلع وتلم الأطفال دولة من محافظات يعني بتنصيك مع الوزارات المعنية إنهم يطلعوا وينزلوا وينشوفوا وينشوفوا حجم المشروعات على أرض الواقع فأنا يعني أنا بتمنى من من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفعل إنه يتبنى فكرة لجنة وطنية لتوصيق المشروعات القومية للأطفال والنشاء وأنا عارف إن فخامة الرئيس بيدي أولوية وبيدي اهتمام كبير جدا بهذا الملف ملف الأطفال بأعتبرهم الزخيرة بتاعت الغد سواعد مصر للغد وكمان إن أنا يعني بادع من خلال هذا البرنامج أنا على تم الاستعداد بالتعاون معه كل الوزارات المعنية إنهم يقدروا يطبقوا يقدروا يطبقوا الفكرة وإن الكتاب يكون متاح ويقدروا يعملوا برتكول تعاون مع مؤسس الأزر اللي أصدرت الكتاب يبقى فيه تعاون مصمر وأنا لو أملك يعني أنا بوجه دعوة يعني أنا بتمنى حتى دعم من الدولة إن الكتاب ده يكون مجانا هو بالمناسبة هو سعر الرمزي جدا بعيد عن التكلفة يعني يمكن نسبة التكلفة لأن ليه غرض يا فنم نسبة الرمزي لأنه غرض طيب أنت بتستهدف فئات عمرية الفئات العمرية المستهدفة من هذا الكتاب من ست سنين حتى 12 عام ده الفئات المستهدفة أنا عجبني قوي بقى إزاي أنت وظفت مدينة دميات للأساس إزاي يعني الولد طلح حكى في الحفلة عن المدينة بتاعته مدينة العالمين ووظفتها زي زي يعني عرفت الناس إيه اللي بيحصل في مدينة العالمين أو بتعبر عن إيه مدينة العالمين هم ابتدت فعلا أن حفلة الوطن السعيدة ابتدت تنزل ووصلت مدينة العالمين الجديدة ابتدى كان في انتظارهم مجموعة من المهندسين ومجموعة من العمال وهم رددين أغاني وطنية كمان في استقبال الأطفال ويوزع عليهم الأعلام بتاعت مصر وابتدى المهندس ياخدهم بعد ما نزلوا من الحفلة ياخدهم في جولة داخل مدينة العالمين الجديدة ويقولهم أن دي كانت صحرة أرض صحرة مع لهاش أي إمكانيات في الدنيا اللي انتوا شايفينه ده النهاردة أرض كان فيها ألغام كمان طبعا أنا كاتب كمان موضوع الألغام ده ونكلف الدولة دي وكلف الموضوع دي لأن بالفعل الناس محتاجة يعني فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي أعتقد كان بيقول من خلال فترة وجيزة جدا أن مشكلتنا الأساسية تكمم في الوعي وإحنا النهاردة عشان نقول ألف بقى وعي يبقى لازم نبتدي من الأطفال من نبتديش من شريحة أكبر ما هم يعني أنا النهاردة عشان أبتدي أقول أخلق وعي جمعي وأن الناس بالفعل تعرف إمتى اللي تعمل ده يمكن فيه ناس كتير مش حاسة بقيمة اللي تعمل ده النهاردة لأنها بتفكر في إطار صغير جدا اللي هي شايفة لكن النهاردة لما نجد نتكلم على كم المشروعات اللي تعملت في مصر النهاردة حقيقي أعتقد تحتاج عقود من الزمان أن نحن نوصل للكلام وعشان كده احنا عندنا محطات كتير زي ما حضرتك ذاكر في الكتاب في صور كمان الكتاب فيه 90% من المشروعات القومية اللي تمت على مدار سبع سنين يعني ده بيعتبر أكبر مرجع متخصص في المشروعات القومية وبشكله مبسط جدا بشكله مبسط للغاية أن نحن من خلاله يعني إيه نقدر نوصل الأطفال من خلال طبعا الكتاب حتى حجمه مش كبير الكتاب حجمه 40 ورقة يعني يقدر وهو موجه يعني أنا أقصد كمان أن الأب أو الأم كمان مع الطفل ومش الطفل بس اللي يقدر يطلع بالكتاب فكرة الكتاب حلوة جدا جدا ومبسطين أن يعني إحنا النهاردة قادرين نشوف دور أكبر لإزاي بنهتم بوعي الأطفال وبنوريهم إحنا موجودين فينا النهاردة ومصر باقت عاملة زي كل شكرا لك الكتب الصحفي إيهاب القسطوي مؤلف كتاب حافلة الوطن نشكرك مرة تانية على وجودك معنا في صباح الخير شكرا شكرا